بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم حبيبنا ده كاترة سنة 3 اعداد ازايكم عامليني يا رب تكونوا بخير معكم مستر ابراني السيد ان شاء الله النهاردة هناخد مع بعض مسألة الدايرة اللي بتيجي فيها الازاحة لما تنطلب في مصار دائري في ناس بتطلبها تقوي فيها في بعض التركات في المسائل دي فتعالى هنجمع النهاردة هجمع لكم ملخص لمسائل الازاحة لما يطلب منك الازاحة بس يطلبها في مصار دائري في مصار ايه؟ في مصار دائري اللي هو في شكل دائري طيب لو طلب الازاحة يا مصطر في مصار دائري بص كده بقى على بعض الحاجات دي هتسهل عليك الحل خالص لو قالك هتلي الازاحة في ربع دائرة قالك هتلي الازاحة الربع دائرة في الحالة دي هتكون ايه؟ قالك في الحالة دي هتبقى الازاحة نق جزر اثنين هنقول الازاحة نق جزر ايه اثنين طيب لو قال لي يا مصطر هتلي الازاحة في تلاتة ربع دايرة قالك تلاتة ربع دايرة هي نفسها ربع دايرة يعني الازاحة بتبقى واحدة فيهم برضو هتديك ايه نق جزر اتنين نق جزر اتنين طب لو قال لي هاتلي الازاحة في نص دايرة نصف دايرة قالك في الحالة ده يا مصطر الازاحة هتبقى تننق لانه نص دايرة هيبقى القطر كله اللي هو اتننق طب لو قال لي هاتلي الازاحة في تلت دايرة تلت دايرة قال لك الازاحة في الحالة دي هتبقى نق جزر 3 نق جزر ايه؟ جزر 3 خلي بالك طيب لو قال لي هتلي الازاحة لتلتين دايرة مثلا قال لك تلتين دايرة قال لك في الحالة دي يا مصدر برضو هتبقى الازاحة نق جزر 3 نق جزر ايه؟ جزر 3 ديف تلتين دايرة طيب لو قال لي هتلي الازاحة لسوتس دايرة سوتس دايرة افترادا قال لك هتلي الازاحة لسوتس دايرة يبقى الازاحة في الحالة دي هتسوي نق بس اتسوي ايه? نق خلاص. طب لو قال لي مثلا هتلي الازاحة الخمسة على ستة خمس ازداز دائر ها. يبقى في الحالة دي الازاحة برضو هتسوي ايه? نق. طمام كده? يبقى خلي بالك لحاجات دي هتسهل عليك الحل خالص. يبقى لو قال لك ربع دايرة يبقى الازاحة نق جزر اتنين. تلات اربع دايرة برضو نق جزر اتنين. نص دايرة يبقى اتنين Noah novi, تلت دايرة ناك قزر تلاتة تلتين دايرة ناك قزر تلاتة ستس دايرة يبقى ناك خمس أزداز دايرة يبقى ناك برضو تمام كده تمام يلا سلام